ممكن اليوم نجيوا بفجائية ونقولوا ممنوع على المبصريين أنهم يقوموا ببعض الممارسات اللي كانوا يقوموا بها وفق القانون الظاهر 54 على ما أظن بدون ما موجدوا واحدة أرضية مناسبة لهم الأرقام كتقول بأن فوق من 4000 مبصريكين على الصعيد الوطني موزعين على امتداد الأقاليم مقابل قرابة 800 طبيب مختص واللي هي موزعة فقط ما بين الوسيقى اللي يدار باطق النطرة هنا تتطرح واحد الإشكالية صحيح لقيتها خصوية متضم وكي على أقل وفر الناس البديل المواطين البسيط اللي فوق من 50 عام تمشي عند هاد المبصري دي المضادر ديالو ممكنش اليوم تجي تمنعوا تقول لهم ما تديرش ما تمشيش عند المبصري يعبر لك النظار بهات الصرعة هذه قالوا الوفر الموارد البشرية اللازمة هاد الطبيب هاد خصو يمشي المودن الباعدة خصو يمشي المغرب العاميق يمرش في هاد الميهن هادو باش للمواطين يلقى البديل ولكن بسرعة تقول لا خصو نحبس ما تمشيش عند المبصري ويعني وتخليه يكون عرضة ديال المصارف إضافية والتنقل المتاعب لا هاد الشي غير مقبول وبالتالي حنا في فريق الأسر ومعصارة تنقلوا بأن اليوم احنا ما غاديش نمشيوا مع هاد القانون بهاد الصيغة على أسس أنه نحطو المصلحات المواطن في الدرجة اللولى نحطو يعني يتنقح هاد القانون ومنين تكون الأرضية مناسبة بعد ذلك يعني مشوا معها لكن بهذا الطريق هادي فريق الأسر ومعصارة يعني تيشوف بأن الأرضية غير مناسبة وما غاديش يمشي مع هاد القانون قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناه في العشين يوتيوب بارتاجي والفيديو ديرو جام وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي